عادت الانقسامات السياسية في إسرائيل للواجهة من جديد واستضغط لمن أهالي المحتجزين على الحكومة وارتفاع وثيرة الاستقالات في الجيش يأتي ذلك انعكاسا لفشل جيش الاحتلال في إنهاء الحرب واستعادت المحتجزين رغم القصف المتواصل على القطع بعد أن ارتفعت وثيرة الاستقالات في إسرائيل اهتزت الثقة في حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو خصوصا عاقب فشله في إنهاء الحرب والسعادة المحتجزين رغم القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة فضلا عن عدم الإعلان عن حجم خسائر إسرائيل بشكل دقيق في الحرب حتى الآن خاصة في الأفراد والمعدات وبعد إعلان المحكمة الجنائية العليا اعتزامها إصدار حكم مرتقب على قادة إسرائيل على خلفية ارتكاب جرائم إبادة جمعية في غزة التحق المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو بالجنرالات التي رحلت عن الجيش الإسرائيلي بعد موجة استقالات كبيرة منذ 7 أكتوبر 2023 وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن استقالة حامو جاءت على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي بشأن قضية اليوم التالي للحرب على غزة وتأتي الاستقالة الجديدة بعد يومين من الإعلان عن استقالة موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل هسبر بعد أشهر فقط من تعيينه وفي أبريل الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بمسؤوليته عن إخفاقات إبان هجوم حماس على جنوب دولة الاحتلال في أكتوبر والذي شكل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي قال وقتها إن الجنرال أهارون هاليفة طلب التنحي عن منصبه بالتنصيق مع رئيس هيئة الأرقان لمسؤوليته القيادية قرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر وسيحال هاليفة إلى التقاعد بمجرد تعيين خليفته وقال هاليفة إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات الاستخبارات التي سمحت بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أضافت أن موران كاتز رئيس الدائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ستترك وظيفتها وأشارت القناة إلى أن الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية وأوضحت أن الاستقالات تعكس حالة الاضطراب بوحدة المعلومات التي يديرها هاغاري الكل يرحل ويفضل الاستقالة جميع الرفاق المحاطين برئيس الحكومة الإسرائيلية يتقدمون باستقالتهم واحداً تلو الآخر وذلك بالتزامن مع تقارير تسرب حالة اليأس والإحباط داخل المؤسسة العسكرية